اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الحديث في الناهي عن الكلام في الكيفية لأن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى حقيقة ذات الله ولا إلى حقيقة صفاته فعليه أن لا يفكر في ذات الله وفي حقيقة صفاته وإنما عليه أن يفكر في الدلائل على وجود الله والدلائل على كمال الله والدلائل على عظمة الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لأن الكلام والتفكر في ذات الله لا يوصل الإنسان إلى نتيجة كما ذكرنا في الجلسة الماضية إن الإنسان محدود وإن سعة وأفق فكره أيضا محدود والله سبحانه وتعالى غير محدود ولا يمكن للمحدود أن يحيط بغير المحدود كما لا يمكن لكأس صغير أن يحتوي على ماء البحر قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم في هذا الحديث الشريف الحديث الرابع من باب النهي عن الكلام في الكيفية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين مضار التفكر في ذات الله المضرة الأولى أنه يورث الشك أنت عندما تفكر في آثار الله تفكر في مخلوقات الله العظيمة كلما فكرت أكثر في هذا المجال ازددت يقينا بعظمة خالق هذه المخلوقات لكن إذا فكرت في ذات الله مع أنك لا يمكنك أن تصل إلى حقيقة ذات الله تزداد تحيرا وإذا ازددت تحيرا تزداد شك والإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة عن هذا الطريق يعني أنت إذا شيء مجهول لديك قد دعك عن التفكر في ذات الله فالأشياء المادية إذا الشيء اللي مجهول إليك إذا بدون أدوات معرفة ذلك الشيء تفكر في ذلك الشيء تأتي في ذهنك احتمالات كثيرة وكلما ازدادت هذه الاحتمالات ازددت شكا ولا يمكنك أن تصل إلى الحقيقة كما ذكرنا في إحدى الجلسات الماضية بعض كبار وعباقرة الفلاسفة بدأوا في التفكر في بعض الطبيعيات من دون أن يكون لهم الأدوات اللازمة لمعرفة تلك الطبيعيات هؤلاء وصلوا إلى نتائج باطلة لذلك الطبيعيات في الفلسفة اليونانية 90% من نتائج باطلة بدل أن يصلوا إلى الحقيقة وصلوا إلى أشياء باطلة فالتفكر في شيء مجهول من غير أن يكون للإنسان أدوات الوصول إلى حقيقته هذا يؤدي بالإنسان إلى الشك هذا في الأشياء المادية فما بالك للتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى ذات الله مجهولة لنا حقيقة الله سبحانه وتعالى غير معلومة لنا فإذا فكرنا في هذه الحقيقة ولا نمتلك أدوات معرفة حقيقتها ويستحيل أن نمتلك أدوات معرفة حقيقتها فهذا يورث الشك هذا الضرر الأول أنت عندما تفكر في عظمة الله عبر التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلما ازددت معرفة بهذه المخلوقات العظيمة ازددت يقينا في عظمة خالقها لذلك الأمر في التفكر في عظيم مخلوقات الله أما إذا فكرت في ذات الله بدون أن تمتلك أدوات المعرفة لأنه يستحيل لك أن تمتلك تلك الأدوات فهذا يزيدك تحيرا ويزيدك جهلا لنضرب مثالا إذا مثلا طفل عمره سبع سنوات هو في الصف الأول الإبتدائي هذا إذا يجي يفكر في المسائل الحسابية التي تدرس في الجامعة هذا إذا قام يفكر في هذه المسائل هل يمكنه أن يصل إلى نتيجة؟ كلا مع أن له عقل إلى عقل ليس له يعني ليس بمجنون هو عاقل ويمكن له أن يميز بين الصحيح والسقيم ولكن لا قابلية لهذا الطفل اللي عمره سبع سنوات في الوصول إلى المسائل التي تدرس في الجامعة كل ما يفكر لا يمكنه أن يصل يقال له أنت صحيح عندك عقل عندك علم بمقدار مستواك لكن تلك المسائل تحتاج إلى مستوى أعلى فانتظر إلى أن يصل مستواك إلى ذلك المستوى الإنسان الكامل الإنسان الكامل صحيح له عقل ولكن ينبغي له أن يستعمل هذا العقل في الموضع الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه بعقله فإذا لا يمكن له أن يصل إلى شيء بعقله فإذا كان عقلا ينبغي أن لا يخوض في ذلك الأمر فالضرر الأول للتفكر في الحقيقة في حقيقة ذات الله هو الشك لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يا زياد الراوي لهذا الحديث وهو أبو عبيدة الحذاء إياك والخصومات المقصود من الخصومات هنا المجادلة في ذات الله سبحانه وتعالى كما يأتي في نهاية الحديث الإشارة إلى ذلك إياك والخصومات فإنها تورث الشك هذا أولا وتحبط العمل العمل إنما يكون مقبولا إذا كان عن إيمان والإنسان الشاك لا إيمان له لأن الإيمان أمر قلبي الإنسان يعلم بشيء ويعقد قلبه على ذلك الشيء يذعن بذلك الشيء فإذا هو شاك هذا ما عنده إيمان وإذا لم يكن له إيمان فعمله غير مقبول بل غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل من المؤمن من المتقي وإلا الكافر الذي يعمل عمله غير مقبول أولئك حبطت أعمالهم أعمالهم تحبط لا تقبل لأن العمل اشترط فيه الله سبحانه وتعالى الإيمان ولتوضيح ذلك بشكل مختصر هو أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه أو جده فهذا أولى النعم بل أعظم النعم على الإنسان ثم غمر هذا الإنسان بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان في كل لحظة من لحظاته مغمور بنعم كثيرة لا يعرف أكثرها إذن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان وغمره بالنعم زين ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رحمة للإنسان أمره ونهاه فإذا الإنسان امتثل هذه الأوامر وانتهى عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى هل يستحق شيئا على الله بعمله كلا لأن الله أعطى الإنسان بنعم أكثر وأعظم من كل هذه العبادات التي يعبدها الإنسان فالإنسان بعمله لا يستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا بل إذا كل طاعات الإنسان وكل عبادات في طول حياته جمعت لتكافئ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا تكافئ تلك النعمة فما بالك والإنسان قد غمره الله سبحانه وتعالى بآلاف بل بملايين من النعم إذن الإنسان بعمله لا يستحق شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه وعد قال أيها الإنسان أنت لا تستحق علي شيئا ولكن إذا أطعتني عوضتك بالجنة فهذه الجنة تفضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان زينا الله سبحانه وتعالى هذا التفضل يتفضل به مشروطا يقول أنا يعطيك الجنة بس بشرط أن تكون مؤمن إذا أنت مو مؤمن الله سبحانه وتعالى لم يعدك بالجنة الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بالجنة بشرط أن تعمل بالصالحات بشرط أن تعمل بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان كان شاك الله لم يعد الشاك بالثواب لذا كل أعماله تحبط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الإنسان يروح في يوم القيامة يشوف عمله لا شيء احترق كل عمله هذا يسمى حبط العمل لأن الله سبحانه وتعالى وعد الثواب بشرط الإيمان وبشرط الاستمرار على الإيمان ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا الضرر الثاني في التفكر في ذات الله لأنك إذا تفكرت في ذات الله شككت تحيرت وإذا كان لك شك لا يكون هناك إيمان فالعمل يكون محبط لا ثواب فيه ثالثاً وتردي صاحبها إذا الإنسان تفكر ثم تكلم في ذات الله هذا ينفضح أمام الناس لماذا؟ لأن الإنسان إذا تكلم في ما يجهل كلام يكون باطل كلام الباطل زهوق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق هذا اللي يتفكر في ذات الله لا يصل إلى الحقيقة فالكلام اللي يتكلمه كلام باطل هذا الكلام الباطل يزهق فيفضح صاحبه فينفضح أمام الناس ويبين جهله أمامهم إذا مو في اللحظة الأولى ولكن بعد ذلك ولعله بعد موته هناك بعض الناس تكلموا بكلام بعد موتهم ظهر بطلان ذلك الكلام وانفضحوا أمام الناس فهذا الضرر الثالث وتردي صاحبها يعني تهلكه المقصود هنا في الدنيا يعني تفضحه هنا لماذا؟ لأنه الضرر الرابع هو الضرر الأخراوي أما الضرر الرابع وعسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له يمكن الإنسان يتكلم بكلام باطل وهذا الكلام الباطل يؤدي به إلى الكفر ثم بعد ذلك يتمسك بهذا الكلام الباطل لأن الإنسان في كثير من الأحيان إلى حالة الانتصار للذات ولو على حساب الحق الإنسان المؤمن أي وقت صار تعارض بين ذاته وبين الإيمان يرجح الإيمان يرجح مرضات الله سبحانه وتعالى يعني الآن جهاد يفر من الجهاد فينجو بجلدته أو يبقى ثابتا فيقتل إحنا صار تعارض بين ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى وهو عدم الفرار من الزحف وبين ذات الإنسان لأن الإنسان يحب ذاته ويريد أن يحافظ عليها الإنسان المؤمن يثبت ويرجح القتل لأن فيه مرضات الله سبحانه وتعالى ولا يفر من الزحف هكذا الإنسان إذا تكلم بكلام تبين بطلان هذا الكلام بعض الناس يرجح ذاته أنه أنا أعترف بالخطأ هذا حسب تعبيرنا كسرة وهذا فضيحة فيصر على الباطل ولا يخضع للحق فيدخل بذلك نار جهنم لكن الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يخضع للحق إذا تكلم بكلام ثم تبين بطلان هذا الكلام يتراجع عن هذا الكلام صحيح قد يشعر بنوع من الحرج في ذلك لكن يرجح مرضات الله سبحانه وتعالى على الانتصار لذاته فهنا الذي يبدأ ويجادل في ذات الله هذا فعل محرم وصل إلى نتيجة جهر بتلك النتيجة لا يتمكن من التراجع لأن هذا الإنسان الذي يخالف أوامر الله أوامر الله سبحانه وتعالى ويبدأ بالعصيان ينجر به إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله لأن المعاصي كالسلسلة يجر بعضها بعضا وعسى أن يتكلم بشيء فلا يغفر له يعني يتكلم بكلام باطل ويصر على ذلك الكلام الباطل فيكفر وبكفره الله سبحانه وتعالى لا يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد أن يذكر الإمام الباقر مضار الخصومة في ذات الله يذكر المثال يذكر المثال أن هناك قوم الله سبحانه وتعالى عبر أنبياء كلفهم بشيء تركوا ذلك الشيء وبدأوا بالكلام في الأشياء الذي نهوا عنه منعوا عن الكلام في تلك الأشياء فوصلوا إلى التكلم حول ذات الله لعل هؤلاء كلفوا في أن يبحثوا عن الأدلة على وجود الله لعلهم لعلهم كلفوا في أن يستدلوا بعظيم آثار الله على وجود الله على علم الله على قدرة الله على حياة الله على سائر صفات الله سبحانه وتعالى تركوا تركوا التكلم في هذه الجوانب تركوا التكلم في الدليل على وجود الله الدليل على صفاته الثبوتية الدليل على صفاته في الذات أو صفاته في الفعل أو تركوا الكلام حول تنزيه الله سبحانه وتعالى من الصفات السلبية من النقائص وبدأوا يتكلمون في حقيقة ذات الله فتحيروا وازدادوا تحيرا بحيث أن هذا التحير أدى بهم إلى اختلال في المشاعر لأن الإنسان إذا هو متحير كثير من الأحيان حتى الأمور البديهية الضرورية يغفل عنها نحن شايفين فتواحد مثلا تنزل به مصيبة كبيرة حينما تنزل به مصيبة كبيرة أو يكون مهموم جدا أو يكون منشغل بتفكير في أمر يهمه وأمر عظيم من أموره هذا تراح وهو لا يراك تسلم عليه لا يجيبك لا يسمع أصلا لا ينظر لا يرى لا يسمع هذا الإنسان المتحير هكذا قد يكون إذا كان تحيره كبيرا يذهل يصاب بحالة من الذهول هؤلاء هكذا أصيبوا بحالة من الذهول غير أنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى في أمورهم المادية أيضا والدنيوية تضرروا يعني خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما كلفوا به يعني العلم الذي أمروا بأن يطلبوه كما ذكرنا من الاستدلال على وجود الله وعلى صفاته وما إلى ذلك وطلبوا علم ما كفوه يعني ما منعوا عنه أو با لم يطلب منهم الخوض في ذلك حتى انتهى كلامهم إلى الله يعني إلى ذات الله فتحيروا هذا التحير سبب الذهول وهذا الذهول سبب أنه في أمورهم المعيشية أيضا يصابون بتخبط حتى إن كان الرجل ليدعى من بين يديه ينادوه من أمامه هو يتصور أنه من خلف دينادوه يعني حتى الأمور البديهية والضرورية صار في شعورهم خلل بالنسبة إليها لشدة ذهولهم حتى إن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه إذن النتيجة هو أن الإنسان عليه أن يستعمل عقل للوصول إلى الحقائق التي يمكنه الوصول إليها أما ما لا يمكنه الوصول إليها من حقائق فعليه أن يتركها وذكرنا أنه حتى في الأمور المادية إذا أنت لست متخصصا في شيء أترك التفكر في ذلك الشيء للمتخصصين إذا أنت ما عندك قابلية لشيء أترك البحث في ذلك الشيء لأهل الإختصاص إذا الناس أجمع لا يتمكنون من الوصول إلى حقيقة فعليهم أن يتركوا الخوض في تلك الحقيقة وجميع الحقائق اللي موجودة في الكون يمكن للإنسان الوصول إليها إذا استعمل عقله وبالمنهج الصحيح إلا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى هذا مو معنى أنه أنت لا تستعمل عقلك في المسائل الاعتقادية كلا بل المسائل الاعتقادية تتوقف على العقل وما يعبر عنه بالعقل النظري أنت كيف تعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود عن طريق عقلك والفطرة أيضا تدل ولعل الفطرة هي مرتبة من مراتب العقل أيضا أو شيء آخر غير العقل لكنها قريبة إلى العقل أنت بالتفكر تتمكن من أن تستدل على وجود الله على صفات الله تتمكن من الوصول إلى حقيقة مدعي النبوة أنه هذا النبي هل هو نبي حقيقة أو أنه متنبي يمكنك بعقلك أن تصل إلى حقيقة مسألة الإمامة وأن الإمام من هو وأن الرسول صلى الله عليه وآله نصب من للإمامة بأمر من الله سبحانه وتعالى وكذلك في المعات وبعد أن عقلك حكم لك بلزوم تصديق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله نفس العقل يحكم لك بأنه يجب عليك أن تصدقه في كل شيء حتى إذا لم تدركه مثل ما إحنا حينما عقولنا تقول لنا راجع أهل الاختصاص راجعنا أهل الاختصاص أهل الاختصاص ذكروا كلاما لا نفهمه باعتبار أنه مو من اختصاصنا نصدقهم في كلامهم ونتبعهم في كلامهم نتبعهم في كلامهم وإذا خالفنا نلام على ذلك إذا أنا مو طبيب وصبت بمرض عضال وراجعت الأطباء المتخصصين هل سمو طبيب واحد أقول لعله يخطئ راجعت عدة من الأطباء فاتفقوا على علاج خاص إذا أنا ما استعملت ذلك العلاج وتضررت أولام من العقلاء لا يمكنني أن أقول أني لم أكن أعلم ولم أكن أفهم كلامهم يقولون أنت مو من أهل الاختصاص عقلك يقول راجعهم أما ماذا قالوا نفس عقلك يقول اتبعهم العقل يقول لك اتبع النبي زيان أنت تتبع النبي نفس العقل يقول إذا هذا صدقت بأنه نبي وأنه من قبل الله سبحانه وتعالى فعليك أن تصدقه في كل شيء حتى في الأمور التي لا تفهم سببها إذا قال لك صلاة الصبح مثلا ركعتان إذا أنت ما افتهمت شنو السبب في أن صلاة الصبح ركعتان لا تقول لأني لم أفهم السبب فلا أتبع مثل ما إذا الطبيب كتب لك وصفة تقول لا أفهم ماذا كتب ولا أفهم ماذا هي فائدة هذه الوصفة الطبية فلا أستعملها تلام من قبل العقلاء إذا شيء جاء بها الرسول أنت لا تفهمه يجب عليك أن تصدق بذلك لأنك بحكم العقل لأنك صدقت بأنه نبي وتعلم بأنه نبي فعلى كل حال الإنسان مكلف في الاستدلال على وجود الله التفكر في عظيم خلق الله معرفة صفات الله سبحانه وتعالى لكن حقيقة الوجود وحقيقة الصفات هذه ليست من قدرة الإنسان الوصول إليها فلذلك هو غير مكلف بهذا الأمر وإذا لم يكن مكلفا بهذا الأمر إذا خاض في ذلك الأمر خالف الأمر وإذا وصل إلى نتيجة هذه النتيجة تكون باطلة لأنه لا يمكنه أن يصل إلى نتيجة وهذه النتيجة الباطلة قد تؤدي إلى كفره وأما الحديث الآخر الإمام الباقر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من نظر في الله كيف هو حلك يعني إذا الإنسان تفكر ليعرف حقيقة ذات الله هذا يهلك لأنه يصل إلى نتائج باطلة والنتائج الباطلة في الاعتقادات تؤدي بالإنسان إلى الكفر لأنه بعض الأحيان الإنسان يوصل إلى نتيجة خاطئة في الفروع إذا وصول إلى النتيجة الخاطئة في الفروع إذا كان بدون مستند شرعي يكون معصية يعني الإنسان توصل إلى نتيجة مثلا أن الفعل الفلاني ليس بواجب بدون ميزان شرعي فترى كذلك الشيء وهو في الواقع كان واجب هذا الإنسان ارتكب معصية وإذا ضمن الموازين الشرعية وصل إلى نتيجة لكن تلك النتيجة كانت خاطئة يعني هو كان مثلا مشتهد وصل إلى درجة الاجتهاد ثم بحث في أدلة مسألة فأخطأ في النتيجة لأن الإنسان هو مو معصوم والمعصومون هم الأنبياء وأوصياؤهم فهذا الإنسان إذا وصل إلى نتيجة خاطئة باجتهاده هذا مغفور له هذا مغفور له معذور مثل أفرض طبيب متخصص إذا ضمن دائرة اختصاصه وأعمل مو أنه تماهل لا أعمل اختصاصه وصل إلى نتيجة أن هذا مرض هذا الشخص كذا فكتب له وصفة فكانت خاطئة لا يلام هذا الطبيب لأنه أهل اختصاص وأعمل اختصاصه في ذلك المجال بدون تماهل لكنه لم يصل إلى نتيجة أخطأ لأنه مو معصوم لا يلام على ذلك فإذا الإنسان في مسألة فرعية أخطأ إذا كان بدون الموازين الشرعية يكون قد ارتكب معصية وقد يتوب منها بعد ذلك أو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له لأنها ما دون الشرك مغفور إذا شاء الله سبحانه وتعالى لكن إذا أخطأ في المسألة الاعتقادية يكون قد خرج من الإيمان إلى الكفر إذا كان مقصر فهو في نار جهنم وإذا كان قاصر هو كافر لكن الله سبحانه وتعالى يمتحنه في الآخرة مرة أخرى إذن هذا الإنسان الذي يفكر في ذات الله كيف هو هذا مقصر هذا مقصر لأن الله سبحانه وتعالى عبر أولياء نهى عن التفكر في ذات الله فإذا وصل إلى نتيجة خاطئة أدت به إلى الكفر هذا مقصر فيستحق النار ولا يغفر له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة وجوده ولمعرفة حقائق الاعتقادات حسب الموازين التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لأن نصرف أذهاننا عن التفكر في ذاته هذا وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر